السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة وصفانيت كنتمنا فيديو اليوم يلقاكم وانتم في تمام صحة والعافية اليوم ان شاء الله سنشارك معكم واحد الفاطيرة خاطيرة بثلاثة كؤوس من دقيق فقط كتجي رائعة بحشوة بدون لحوم بدون طن وبدون دجاجة ستعجبكم مية في المية خصوصا انها اقتصادية على بركتي الله في اناء العجن كنوضعوه دقيق كنعملو كأسين من دقيق الابيد للكأس ديالو او للكأس القياس ديالو مية وخمسين ميلي لتر وكأس من دقيق الاصفر الكأس كيوزلينا مئة غرام من دقيق بالنسبة للدقيق الاصفر هو دقيق سيمولينا او لساميد ناعم جدا كنحتاجو هنا يا النشا كنعملو منو نصف كأس النشا كيخلي هاد العجينا هاشا ورتبه اكتر كنجيو كناخدو نفس الكأس اللي اخدينا به القياسات على بركتي الله ثم كنحتاجو الواحد الكيس ديالخميرة الحلويات بيكين باودر من وزن ثمانية غرام ما يعدد ملعقة كبيرة دائما حتى الخميرة كنغربلوها ومن بعد كنجيو كنحاولو نحلو دكتك التولات وكنحتاجو الملح مقدار ديال ملعقة صغيرة تقريبا نجيبو الخميرة ديالخمز سواء فورية او للمعجونة ملعقة كبيرة ممسوحة كنجيبو الزعتر وكيبقى اختياري غير يستحسن تعملو الزعتر كيبقى يعني كتجينة سريعة في الهدم وكذلك حتى الماداق كتجي فيها الماداق البيتزا كنخلطو هاد نواشف جيدا مع بعضهم ثم على بركة الله كنجيبو الماء الدافئ ونبدو باضافة الماء بشكل تدريجي حتى كتكون عندنا عجينة متماسكة بنسبة العجينة في هاد المرحلة الاولى ضروري انكم تخليوها صلبة لاننا غد نضيفو الزيت لاحقا وبالنسبة الماء را كنحتاجو تقريبا واحد الكأس او لا كأس الا ربع تقريبا ما كنحتاجوش بزاف ديال الماء هنايا من بعد كماشتو غنخليها بحال هكا صلبة ضروري وغدي نجيبو نحتاجو الزيت كنحتاجو ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت زيت المائدة ولا زيت الزيتون لكن يستحسن تستعملو زيت الزيتون من بعد غدي ندخلو زيت في العجينة جيدا وطبعا كنغطيوها وكنخليوها تختام رحتك يضاعف الحجم ديالها في هاد الاثناء كنجيبو الفلفل فلفل الوان او الفلفل اخضر اللي متوفر عندكم كنعملوه على الناس سواء فحد شبيكا او لهكا مباشرة وكنبقاو نقلبو فيه حتى كنشويو يعني كننحضرو الفلفل المشوي وهذا هو السر ديال لده ديال هاد الحشوة كتجيل ديال جدا رغم بساطة مكوناتها هنيا غدي نبقى نقلب فيهم حتى كيت شويو و جانبا غدي نجيو وغدي نعملوه واحد المقلاس نعملو فيها الزيت على النهار بعد ما كتسخل لنا الزيت غدي نضيفو واحد الحبة من البصل تكون صغيرة شوية في الحجم ثم غدي نضيفو لها طبعا الملح ونضيفو الفلفل الاسود او الابزار واحد الرشة فقط ونخليوه لبصله على النار حتى كتبلينا ويتغير اللون ديالها في هاد الاثناء راه الفلفل يعني صافي ولا جاهز غدي نجيبوه بلاستيك غدائي او لبلاستيكا هاكا بلاستيكا عادي وكنوضعو فيه الفلفل باش كي تزول لنا القشرة بكل سهولة ضروري من هاد المرحلة هاد توضيح الاخوات المبتدئات غدي نغطيها وغدي نخليها جانبا واحد المدة ومن بعد كنجيو كنحاولو اننا نزولو دك البلاستيك الغدائي وكنحاولو اننا ننضفوها غدي نزولو لها هاد القشرة الخارجية القشرة يعني اللي مشوية وغدي نفتحوها كذلك من الداخل غدي ننطفوها نزولو لها هادو كل بودور اللي كيكونوا في الداخل من بعد هارة بركتي الله غدي نقطعوها الى مربعات صغيرة إلا بغيتو تعملوا واحدة شرائح طويلة ممكن طبعا غدي نقطع هنيا مربعات طبعا هنا يرا من اللي كم دون نضفوها رح نكن نزولو دك قشرة وكنغسلوه السكين باش تنضف لنا جيدا هنيا بعد مجهزات اللي نلبس له كيما رحتوا معايا غدي نضيفوا له هاد الفلفل اللي قطعناه ثم كنجيو وكنضيفو واحد الفصين من الثوم طبعا هنا راه الفلفل ما شوي يعني راه الفلفل ناديج ما غديش يحتاج منا واحد لمدة طويلة على النار ومن بعد كنجيو وكنحركو وغدي نخليو معايا النار شوية حتى تقلى لنا ذاك البسلاء مع الفلفلاء وكنجيو وكنعملو واحد الحبة من الطماطم حبة واحدة اللي كنزولو لها ذاك الماء اللي كيكون في الداخل مع البودور يعني كنستعملو غير خير هكا الطماطم انا غدي نحكاها في الحكاكة ممكن نتحنوها حتى فتحانا من بعد غدي نضيفو كيميه من الفلفل الاحمر او البابريكا كيميه من الابزار او الفلفل اسود وكيميه من الكركم اي الخركم ما تحاولو ما تعملوش كيميه كثيرة من توابل باش ما يفسدليكم شو المادا قديالو يعني كنعملو غير كيميه قليلة ومن بعد غدي نضيفو القزبر والبقدونس وغدي نحركو الكل النار واحد المدة وكنطفيوها ونخليوها تبرد وهي الحشوية جاهزة من بعد ما اختمرت لنا العجينات ضاعف الحجم ديالها كنستخرجو منها الهواء وكنجيو كنحاولو اننا نقطعوها الى قراتين يعني الجزء او القرى اللي غنعملوها في الاسفل والقرى الاخرى اللي غادي نعملوها في الاعلى كنشكلو منها كوحد القرات وكنوضعوهم جانبا من بعد كنجيبو صفحة ديالفورم كندهنوها بالزيت او لا تفرشوها بورق الطبخ غادي نحاولو نوزعو الزيت وكنجيبو العجينا الاولى وكنبسطوها انتوما على حساب واش بغيتو تكون الفاطيرة شوية سميكة ولا تكون رقيقة انا بغيتها تكون رقيقة هكا باش كتجي لديدة اكتر غادي نبسطها هكا تكون رقيقة وانتوما كيبقى لكم الاختيار كيما قلت لكم غادي نجيبو الحشوة ديالنا بعد ما بردات كنوضعوها فوق العجينا اللي بسطنا هي الاولى كنحاولو نوزعوها ونسويو الوجه ديالها من بعد غادي نجيبو الجوب ان هو كيبقى اختياري طبعا راه كيزيد كيحسن الماضاق يعني كتجي لديدة اكتر الا ما متوفرش عندكم ممكن ما تستعملوش مش مشكل لكن سحكم يعني استعملوه باش كتجيه كلديدة اكتر خصوصا ان ما فيهاش لوحو كنجيو على بركتي الله وكنعملو العجينة التانية كنبسطوها فوق سطح العامل بالطقيق وكنجيو هكا كنوضعوها فوق الاولى ومن بعد كنجيوها على هاد الشكل كنجيبو العجينة الاولى وكندخلوها في الاسفل ديالعجينة التانية يعني كنلمطو هاد الفاطيرة على هاد الشكل بنفس طريقة غادي نعمل جميع الجوانب من بعد غادي نجيبو واحد زلافة اولا كأس اللي متوفر عندكم غادي نعملوه في الواسط بعد ما كنعملوه في الطقيق وغادي نضغطو شوية وكنجيو بواسطة اليد كنبدو نعملو اولا كنضغطوه على الفاطيرة ديالنا على هاد الشكل انتو ما تتعملو اولا على حسب القطع اللي بغا تكون عندكم مش بغيتو يكونوا قطع كبيرة اولا صغيرة كما كتلاحظو معايا انا هنايا شوفو غادي نعملها كقطع صغيرة ومن بعد طبعا اللي غا تنضوج راحنا غا نقطعوه على حسب القطع اللي عملنا باليد ديالنا كنجيبو بيضاء اللي كنضيفو لها بضع القطرات من الخل ممكن نضيفو لها حتى كمية من القهوة سريعة دوابان يعني لا بغيتو يعني اتجيكم هاد الفاطيرة يعني شدة شوية اللون اه انا غنخليها غير هاكا ومن بعد غادي نجي وغادي نعملو كمية من السمثيم اولى الزنجلان كي هاد الخطوة كتبقى اختيارية كتزين وكذلك راح تزيد حتى هو المضاق ديالو غا نعمل بضول الخشخش ونعيا كنشعلو الفرن يكون ساخن جدا على مائتان وعشرون درجة مئوية كننزلو الحرارة المائتان درجة ولا مية وتمانين وكنعملو النار من الاسفل حتى كنتحمر من الاسفل من بعد كنعملو النار من الاعلى باش كنحمروها كذلك من الفوق وهاي الفطيرة ديانا بعد ما خرجناها من الفرن كتجي رقيقة وتجي رائعة ورطبة انا متأكدة انها غتعجبكم رغم ان مكوناتها جد بسيطة دائما ما تبخلش عليها بارائكم ما تبخلش عليها بتعليقاتكم وكذلك بانتقاداتكم شكرا على حسن المتابعة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله